الانتقاد التابعية السياسي يقابل عدم اهتمام بالشأن العام والشأن السياسي اليومي اللي هو من ضرورات التعامل معها يعني الفنان ضروري ان يتعامل معاه الاهتمام باليومي بالشأن السياسي وانتي تعرفت في السنوات الاخيرة خاصة بعد الاجراءات التصحيحية والاجراءات الاستثنائية اللي قام بير الرئيس قيسعيد بانتقادك وباتخاذك لموقف واضح تقريبا من هذه الاجراءات واعتبرتنا مسار ربما يدخل فيه مسار الانقلاب خاصة بعد الامر 22 سبتمبر 2021 يعني هالاهتمام المبالغ فيه بالسياسة من طرف الفنانيين ما تعتبروش ربما قد يمس ربما من حياديتهم وقد يمس ربما من تعاملهم مع الجمهور العريضة اللي هو فيه الطرفين سيدنا لست بائع هوا حتى أرضي الجميع الفنان عنده مسئولية تاريخية معناها كما انت تقول قلت قلت المبالغ فيه من عرش عليش انا مش مبالغ انا مقصر فيه جدا لانه من المفروض انه الفنان هو شمولي لانه ليش كون اتقدم فيه الفعل الفن بتاعي ما اتقدم فيه للمواطن من المفروض ان يكون عندي ما فميش الفن للفن راه فميش الفن للفن الفن هو فعل حضاري فعل قصدي بالضرورة مع سبق الإسرار والترصد لغاية ما فمم يقولون شاي دايخ يقعد مثل على روحك وش بدخلك انت في السياسة انا لست متحزبا ولم اتحزب ولن اتحزب لاني اعتقد انه اذا نتحزب معناه بش المساحة اللي نجم تحرك فيها بش تصغر وليس لي حتى مطبع في اي منصب سياسي انا اكبر يعني نتراجع من خلال عبادة تقدم ونتوخر معناه نكون فنان ولي سياسي من المفروض الفنان نطمع في ما افضل مش مش نرجع لتالي معناه في ولي سياسي يعني سياسي مشروعه الكل ما يجوز دورة انتخابية بتاع 4-5 سنوات انا مشروع يخدم على خمسين وستين سنان يعني نخدم على الاجئة القادمة يعني الفنان من المفروض هكاكة قول انا عوضو منا مكلمت انا من احكي الفنان بسفا عاما الفنان من المفروض هكاكة فانا وش خاسكو جيت نفن في الكورة ماذا بين نفن في الكورة وفي الفلاحة وفي الصيد البحري وفي السياسة وفي التحب من المفروض هكاكة كيفش بشتن خطرك المواطن اللي مش يجي يتفرج فيها هو 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 نتاج عصارت هذا الكل ومعناها سينابش ولي يتفرج فيها وما نقولوش اللي كنا نحكيه فيها في اول حسة ولي نعمل حاجات وعنده علاقة بمرجعيات زعمة فنية بحتة وهو يطوي خلينه ويخرج على روحه خاطر ما ملقاش فيها روحه فانا كيفش نحب نقوله وانا ما نعرفش تفاصيله فاني همني ان يدخل فانا عندي تصور زادة انا مواطن زادة بعد هذا بدون ما يبالكش يا انا خطرني فنان معناه يلزمني لا انا مواطن زادة وعندي تصور وعندي عقل زادة الى حد ما يعني النجم الميز زادة بين الغث والسمين شنو معناه ينميح معلى رياح معناه وش عندي فيها وانترس يترس المهماني دي مناخه في الدعم ونعم شوية عروض وسلامه عليك ينمش نعمل حاجة اخرى عاد خير اشرف كيفش اقول فنان معناه فنان مسئولية مسئولية تاريخية الفن رو رو مو السهر رو انه يجيك المواطن هذك وتأثر فيه ويتفعل معاك ويضحك معاك ويبكي معاك ويتمس ومشاعره معناه قاعد نخادع نوالي هكاكا قاعد ان نعمل في النقرش هنا في حاجة تشبه للسحر ولا حاجة كماناكا بالحق ان الفعل الفني اعتقد اذا ما يكونش فعل بناء ما ينجي يكون فعل بناء فعل شيطاني ما ينجي حاجة اخرى معناه نلعب مشاعره معناه نكتب عليه اذا كان انا ما نكون صادق معه واذا كان انا ما نعرفش تفاصيل وما نفهمش الحيثيات اللي قاعد يتحرك فيها السيد المواطن هذك كيفش بشكون صادق معه ثم زاد عندي مسؤولية قدامه هو زاد عندي مسؤولية قدامه هو ممكن لانه صوتي انا يوصل اكثر اكثر صوته فانا مطالب اني نوصل الصوت وثم زاد لي ملائي بل اكثر في واحد او الاثنين منهم واختر زادا مهمتي زادا الاثر في واحد او الاثنين منهم وليش ميدخلش بباب المغالطة اليوم خرج الشعب التونسي بن ظافرين مسالدة لما سمي بالاجراءات التصعيحية للرئيس قيس سعيد وسنده في هذه الاجراءات بعض الازمة اللي كانت تعيش فيه تونس بعد حرك الاحتقان حتى الخوف حتى من حرب اهلية قبل 25 جميلة جيت لحظة 25 جميلة خرج الشعب فرقان خرج الشعب مستبشر بانه وقع الزنزيل قد يعيد الامور الى نصابها لكن هذا مليوني ياخد موقف ويعتبر انه محادثة انحراف بالمسار الدستوري للبلاد هذا ميعتبرش ربما وقوف حتى في وجه الشعب ومغالطة ليه بمواقفك انت اخذيتها والله الشعب يورى 21 مليون وذول يقليب 12 طوى ومن عرشان اذا كان نهار 25 جويلة يخرجوا 21 مليون قولوا لنا معنى معنى هو جزء من الشعب الساع انه بالحق دعوة هدية والله سي عامر عن تاريخك عن تاريخ البرنامج دعوة بالله الى كل من ياخد فرصة في وسائل الاعلام بالله معاش تحكيه بش مش شعب معنى يا مسار يقولك شعب التونسي اليوم عمل شعب التونسي اليوم عمل يهودي تحكي على قديش سالفين ثلاثة اربعة عشرة نية تلف متنجي مش تحكي على الشعب التونسي معنى وش تقول الشعب التونسي السانة ده الشعب التونسي قال هاندرين هي الشعب التونسي في الاستفتاء مو سير بش تحكي باسم الشعب مو سير بش تحكي باسم الاغلبية وكأنه سيد ناس كل شدت اثنية ومشيت مع السيد الرئيس قال لي ماذب ربيل قعد وحده وهو على فكرة حتى لو كان الحاله كهذا الحال فاك ليه كله شرف يعني عندي وعي انا منيش قطيع لكن الحال غير هذا الحال انا قلت قلت كنت لسان من لم يتكلم ممكن او من كان صوته خافتا فقط لكن رأيه مش مش بدع يجبت انا ولا 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 زعمة زعمة انا كنت كيسر اذكى من هالناس الكل لا لا رأي الناس اللي خرجوا رأيه جزء بسيط جدا من الشعب التونسي والنجم نفهم زاد الحالة النفسية اللي خلت الشعب الجانب من الشعب ذاك اللي يخرج والنجم نفهم ونتفهم ونوافق حتى في الحالة النفسية لانه بالحق مرينا فترة فيها برشة الضغط وللأسف شديد المواطن ما عندهو ستون نفسه ثم برشة حاجات كان سقف الانتظار عالي ثم خيبة وقعت كان سقف الانتظار عالي وللأسف شديد ونعرفه زادة ممكن المواطن زادة عنده تصور نحبش وقول بسيط عرفه مادي ملموس يحبك شديده اليوم مغلوش عمت عندك العقلية هديك المواطن فكانت هكا الخيبة هديك صحيح فنجم نتفهم حتى اللي خرجه أو جانب من الخرجه نحكي على اللي خرجه تقول انتي اعتباطيا مش اللي خرجه في مهمة لا النجم نتفهمه نجم نحس بيهن كلويه والله عنده حق حتى لو كنت انا في الحكم خرجه يسبني مثال نفهم هذين نفهموه المسار هذك نفهموه انا شخصيا قلت يلا لعلها هكا بالكش شيء من المهدي المنتظر لعلها ثورة سياسية لتصحيح الثورة الشعبية مهمنيش في المسارات انا كيف تمشي كله كالصراع في حد ذات وانا الراه بناء لعلها تصير هاله نحاول نحاول نلقى تبرير معناه بعدها عاد جاية ثانو عشرية مش متستنى معناه انت لقى رئيس الجمهورية في بناء الشاهق ايه واضح معناه وليت الامر واضح معناه مانا نجمش نكون مانا نجمش نكون حاولت نستغبى حاولت نستغبى حاولت نستغبى وصلت الى اعلى درجة الغباء مانا نجمش نتقبل معناه ورجعت موقفك الان بعد انتلاق اقرار مشروع دستور جديد وانتلاق رئيس في بناء الشاهق الان ومشين الانتخابات تشريعية انت تاوه رجعت الموقف انتاعك من اجراءة رئيس نحو ايجابية موقف ربما وإلا ما زلت في موقفك في الموقف كله هو والله يتاوه ها ونقولك مش البناء الشاهق تاوي الى حد دين يضري هانا الشعب كامل شاهق شاهقين على الاخر ورب يقدر الخير معناه هانا نشوفه معناه ما وزادة بلكش يقولولي ايش بك متناقل ما قلت يزمش هوه صبر هانا صبرية